صرف المستحقات المالية لشريحة العقود والعاملين بالأجر اليوم في المؤسسات والدوائر الحكومية ملف ما يزال يتأرجح ما بين التلكئ والوعود أعضاء في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية طالبوا وزارة المالية بضرورة الإسراع في إطلاق هذه المستحقات تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 52 ووضع خطة من الوزارات المعنية لتثبيت هذه الشريحة على الملاك الدائم دفع المستحقات سريعا لهم هو جزء من قرار مجلس الوزراء رقم 52 فعلى وزارة المالية إطلاق هذه المستحقات وإيصال المبالغ إلى الأجراء والمتعاقدين وأيضا إلى الملاك المؤقت وعلى كافة الوزارات أن تضع خطة هذه الخطة بموجبها يتم تحويلهم على الملاك الدائم لأن الوزارات بحاجة إلى هذه الكوادر وينفي اقتصاديون وجود عائق أمام الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية في المحافظات يمنع إطلاق المستحقات المالية إلى الوزارات المعنية لدفع إجور العاملين وفق نظام العقود أو الأجرة اليومية يقدر مجلس المحافظة يتخذ قرار تشريعي ويتنفذ على أساسه من قبل المحافظة من قبل واردات المحافظة الذاتية وهذا بما يخص المحافظات وأكثر المتعاقدين حسب معلوماتهم وهي المحافظات بما يخص الدوائر البلدية والخدمية تقدر من التمويل الذاتي تصرف هذه المبالغ للمتعاقدين وكانت بغداد وعدد من المحافظات شهدت مطالبات من أصحاب العقود ومن هم على الملاك المؤقت بصرف مستحقاتهم المالية بعد تأخرها لأشهر عدة ومناشدات بتثبيتهم على الملاك الدائم خصوصا أن البعض لديه خدمة تصل إلى أكثر من عشر سنوات هذه الشريحة قد تكون مادة انتخابية بحسب سياسيين لا يوجد ضير دعنا نستخدم أوراق انتخابية لكن يجب أن تكون الفائدة للشعب سواء كان الذي يقوم بزيادة الرواتب أو زيادة نسبة العقود أو تثبيت العقود ومن ينتقد التلك الذي يحصل في وزارة المالية لعدم إعطاء الرواتب يذكر أن الموازنة الاتحادية العامة للسنة الحالية تضمن صرف هذه المستحقات المالية وتعالج موضوع تحويل أصحاب العقود والأجرة اليومية على الملاك الدائم وفق معايير خاصة للاستفادة من خبراتهم محمود فؤاد الحرة بغداد